مشروع شرق تيماء السكني في تقدم مستمر حيث يسير بمعدلات سريعة من حيث الإنشاء والتنفيذ والتشطيب الزميلة لما أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت ستطلعنا إن شاء الله على نسبة أنجاز مشروع شرق تيماء وسير العمل فيه نعم نعم طبعا في البداية بنصبح عليكم بنصبح على مشاهدينا الكرام نحن الآن متواجدون في مشروع الشرق تيماء الذي يعتبر من المشاريع الحيوية التي توليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية اهتماما بالغا لما سيقدمه من خدمات تناسب المواطنين في هذا المشروع ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف الآن المهندس بشار برسلي أهلا وسهلا بك حدثنا عن طبيعات ومكونات هذا المشروع المشروع عبارة عن إنشاء وصيانة عدد خمسمة وتسع بيت إضافة إلى مسجد محلي سكن إمام ومؤذن تسع محطات فرعية مواقف سيارات وبنية تحتية كاملة وطرق نعم طبعا مهندس لو أردنا أن نتحدث عن متى بدأ تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع ومدة المشروع وأيضا المساحة الإجمالية والقيمة الإجمالية للمشروع تمت مباشرة العمال بالمشروع في يونيو 2018 مدة المشروع إن شاء الله تسعمية وثلاثة يوم وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه في ديسمبر 2020 نسبة الإنجازة الحالية 42% بفضل الله متقدم عن البرنامج الزمني بـ 11% المساحة الإجمالية للمشروع هي 372 ألف متى مربع نعم مثل ما ذكر مشاهدين الكرام أن ما يميز هذا المشروع أن نسبة الإنجاز الفعلية فاقت النسبة التعاقدية بمعدل 11% إذا وصلت نسبة الإنجاز مثل ما ذكر المهندس 42% أما النسبة التعاقدية هي 31% فإن دل على شيء فإنه يدل على جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن وللحديث أكثر عن هذا المشروع نستضيف طبعا بالطرف الآخر المهندسة سارة العجمي أهلا وسهلا بك سارة حدثينا أيضا عن مكونات البيت الحكومي في هذا المشروع البيت هو مبني على أرض مساحة 300 متر مربع مساحة البناء 425 متر مربع البيت تكون من طابقين الدور الأرضي عبارة عن ديوانية مستقلة في مدخلها الخاص صالة استقبال مع غرفة الطعام ومطبخ رئيسي بالإضافة إلى وجود غرفة للخادمة وغرفة للسائق وممر خدمات حوالين البيت الدور الأول مكون من أربع غرف نوم رئيسية مع صالة خاصة صارت معيشة خاصة للأسرة جميل مهندس يعني مشاهدينا قبل طبعا إجراءنا لهذا اللقاء قمنا بجولة في أروقة هذا المشروع والجميل في هذا المشروع أن هناك تقنيات استخدام الطاقة البديلة لتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية طبعا طاقة البديلة الصديقة للبيئة في المباني العامة في هذا المشروع تم استخدام الطاقة الشمسية في المباني العامة والمساجد لتوفير الطاقة استخدام 10% من الطاقة المستهلكة يعني توفير الطاقة الشمسية توفر 10% من الطاقة المستهلكة للمباني العامة نعم أيضا يوجد هناك أربعة محطات مهندسة لتغذية مجموعة من المنازل تسعة محطات 9 محطات فرعية كل محطات تغذي من 50 إلى 70 بيت فالمحطات الموجودة تغذي البيوت 509 بيت وأكثر يعني تدبي طاقة المنطقة وأكثر مهندسة لو أردنا أن نتحدث أكيد في كل مشروع هناك تحديات ولكن بفضل جهود المؤسسة وكافة الجهات المعنية طبعا قمتم بتيسير هذه أو تحدي هذه العقبات تحدثينا عنها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء كانت تتوفر المواصفات الخاصة التي تحتاجها لاختيار العينات للطاقة الشمسية التي تم استخدامها في المساجد والمحلات وبالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية في توفير الكاميرات المراقبة في المباني العامة في المشروع مهندسة سارة العجمية أطيقكم الألف عافية في هذه الجهود الجبارة التي تقومون بها مشاهدين الكرام مشروع من باع بيته تم تخصيصه للمواطنين المشمولين بقانون رقم 2 لسنة 2015 مشاهدين الكرام أيضا ما يميز هذا المشروع طاقات شبابية كويتية يعملون بروح الفريق الواحد لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن هذا كل ما لدينا وننتقل الآن إلى الاستيديو إليكم